إزاي لما حد يجي فكر في الانتحار احنا نوقفه من خلال الأفكار بقى هي مدام آية أنا بفكر في الانتحار فحنبدأ ندعمها ونبدأ ندعمها من خلال الناس القرابين منها خطبها أول واحد، إخوتها، الأم، أمها، برضو أبوها مرات الأب يعني لو قلبها حنس شوية نبدأ أن احنا نتكلم معاها برضو إيه المشكلة؟ بسي ممكن تنفذ فعلا؟ بس معنا أنها فكرت يبا هي لسه محتاجة حد يدعم، محتاجة حد يقويها محتاجة حد يقولها فوق شوية، الإمام بربنا حاجة قوية جدا وهي اللي بتخلي الإنسان دايما يحافظ على نفسه وعلى حياته غير الواحد تاني ضعيف الإمام، ضعيف الثقم دائما الشخص المنتحر بيشوف أن الأذى الجسدي أحن وأخافي بكتير أو من الأذى النفسي للإنسان بيتعرض لي ما يعرفوش مشكلة كبيرة جدا مشكلة أن احنا ما نعرفش فده مش صح وأنه ما يفكروا ألف مرة واللي حواليهم يبدأوا يغدوا بالهم منهم أنه شوفوا هم أفكارهم عاملة إزاي لو رتوب يفكروا في الانتحار، فكروا تخلصوا من حياتهم شايفين أنه درح عليهم لازم تقفوا جنبهم جامد جدا أنا بقى أختم معاك أنت بالرسالة اللي أنت هتقولي عليها شوفي عايزة تقولي إيه لصارة وقولي عايزة أقولي صارة طبعا أن هي تجمت وتقوي قلبها وأنها تدور على أكتر نقطة قوة عندها وتحاول تدعمها وتحاول تقوي نفسها وتحاول كمان تقوي علاقة بينها وبين خطبها وأنها ترجع تحاول تحسن علاقة بينها وبين برات أبوها وبين أبوها وبين أمها تحاول أنها تبقى بنت صلبة قوي وأن ده من المشاكل الإنسان بيتعرض لها بتقوي مش بتضعف نورتيني تسلميني مرسي يا دكتور وزي ترجمة نانسي قنقر